تعهد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بالعمل من أجل تحرير مدينة الموصل خلال زيارته للرمادي بعد أن استعادها الجيش العراقي من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وكان مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قد نفى للتلفزيون العربي ما تردد من أنباء بشأن تعرض موكب حيدر العبادي لهجوم أثناء زيارته للمدينة وكانت مصادر إعلامية عراقية قد تنقلت نبأ تعرض موكب العبادي لهجوم صاروخي من قبل تنظيم الدولة الإسلامية أثناء تواجده في جسر القاسم وسط المدينة وأكد الجيش العراقي أن معظم مناطق الرمادي باتت تحت سيطرته بينما أعلنت السلطات أنها نقلت عشرات العائلات التي كانت محتجزة في الجزء الشمالي من المدينة نحو منطقة أمنة هكذا بدى المشهد في وسط مدينة الرمادي بعد يوم من إعلان الحكومة العراقية السيطرة على المدينة واستعادتها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية أهازيج في باحة المجمع الحكومي بينما بدت أثار الدمار في كل مكان مشهد ربما بدأت أحداثه لكنها لم تنتهي وهو ما أعلنته الحكومة العراقية بالتأكيد على أن مهمتها المقبلة استعادة باقي مدن محافظة الأنبار وتأمين حياة المواطنين مشيرة إلى أن هناك جيوب لمسلحي التنظيم في أنحاء متفرقة من المدينة وإذا كان عام 2015 عام التحرير فسيكون بمشيئة الله عام 2016 عام الانتصار الكبير وعام الانتصار النهائي وإنهاء وجود داعش على أرض العراق وأرض الرافدين وهزيمتهم الكبرى النهائية لم يتضح عدد الذين قتلوا أو انسحبوا إلى مواقع أخرى خارج الرمد ولم تعلن السلطات العراقية الخسائر في صفوف القوات العسكرية والأمنية رغم أن مصادر طبية أفادت بأن نحو 100 جندي أصيبوا بجروح وتم نقلهم إلى المستشفيات خبراء عراقيون يرون في سيطرة الجيش العراقي على المجمع الحكومي مجرد مشهد استعراضي لأن القوات العراقية لم تسيطر بشكل كامل على الرمادي باعتبار أن جزءا كبيرا من هذه المنطقة لا زال بيد تنظيم الدولة وأن السيطرة على المجمع الحكومي هي خطوة رمزية لرفع المعنويات